أشهد أن لا إله إدى الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إدى الله أشهد أن لا إله إدى الله أشهد أن محمد رسول 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 الله وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس تقول الله تعالى حق تقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى إنما المؤمنون يخوى فأصلحوا بين أخبئكم وتقول الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا أخرى منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون أخرى منهم ولا تلمزوا أنفسكم وتقول الله إن الله تواب الرحيم وفي صحيحة من مخزيمة بن حبان أنسى ما رضي الله عنه أنه قال خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا من فتح فقال أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها يا أيها الناس رجلان مومن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم إن الله أدقاكم وروا أحمد في مسنده عن أبي نظرة أنه قال حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لأعربين على جميع ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله ألقاكم وقال أخرج البخاري في صحيحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا ولا تناجسوا ولا يبي أحدكم على بيء بعض فكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يقره أتقوى ها هنا أتقوى ها هنا أتقوى ها هنا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يهقر أخاه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا تلقى المطلق يعني عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يمو الوعيد وجاءت كل النفس معها سائق وشهيد لقد كنت وضروب الأهوال والأنكان ولم تدري من أي صنفين أنت ولا في أي الفريقين كنت وقد خرج البخاري عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال إن أخف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيسد عن الحق وأما طول الأمل فإن السل آخرة ألا وإن الدنيا قد ارتحل المدبرة وإن الآخرة قد ارتحل المقبرة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحدنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بلى فيه من نفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا للنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما وروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء وفي رواية من صلى عليه عشر صلى الله عليه مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه ألفاء ومن صلى عليه ألفا كتبة له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوه ذلك عند الله وهو خيرا وعظم أجراء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عدك ورسلك لبالأمه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضى الله من صحابته وخلفاء الرشدين الهاديين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أهل الجنة الناطق بصواب شهيد المحراب أبي حبس سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأنوار فيرض الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقية لا زالت للعلا راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من أصر الدين واخذر من قذر المسلمين اللهم أهل من كان في هلاكه راحة المسلمين والدمر أعداء الدين وجعل اللهم أموالهم وصراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وخلاء وطاعون وزن ووفاء طهير من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن سواقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على حيائم والأنوات أجمعين عامة وإلى جميع صعب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من أصر الدين اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصر أهل فلسطين اللهم انصرنا إخواننا الذين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم عز الإسلام والمسلمين وآذل الشرك والمشركين اللهم عز الإسلام والمسلمين وآذل الشرك والمشركين اللهم انصر نصر الدين واغذل من قدر المسلمين اللهم فرج عنه مدى سيدنا محمد اللهم فرج عنه مدى سيدنا محمد اللهم فرج عنه مدى سيدنا محمد عبار الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائذ القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قلوا الصلاة